اشتركوا في القناة اخذنا انه فيه ثلاث انواع هذا الوضع الافتراضي بحيث ان البرنامج يتم تنفيذه جملة جملة النوع الثاني سليكشن اور ديسيشن اللي هو اختيار او عدم اختيار جملة او مجموعة من الجمال باستخدام اللي هو الاف والاف ارس والالس او والسويتش والنوع الثالث اللي هو بمعنى جمل التحكم في اللوب بحيث انه بنستطيع انه تنفيذ جملة او مجموعة من الجمال عدد من المرات بحكي لي these statements are also called as iterative structure or program loop طبعا هذا بحكي لي أنه هذا هذه الجمل يطلق عليها اسم iterative structure تركيب متكرر أو program loop بمعنى تكرار البرناج this allows a sequence of program statements to be executed several times يعني تسمح لمتتابع من الجمل بالتنفيذ عدة مرات either specified number of times اللي هو إما عدد محدد من المرات or until a particular condition is satisfied أو حتى يتم تحقيق شرط معين طبعا بالنسبة لموضوع اللوب مهم كتير بحيث لو أنا حبيت طبعا أنا بحب أوضح الهدف من القاعدة هذه قبل ما نقوم بتعرف عليها واستخدامها طبعا لو أنا حبيت أطبع جملة welcome to see طبعا بنحتاج جملة واحدة printf طيب لو أنا حبيت أطبع عشر جمل welcome to see بحتاج عشر جمل printf وهكذا لكن باستخدام اللوب بستطيع أنه الجملة الواحدة اللي هي printf بستطيع أني أستخدمها في اللوب وكررها عدد من المرات وبذلك أنا بختصر في الكود وطبعا اللوب مهم كتير بحيث أنه لو حبيت أني أدخل درجة طالب طبعا علاماته بنحتاج أعصب المثال ثلاثة أربع جمل printf مع اسكان f لإدخال بيانات طالب واحد لكن لو أنا حبيت أدخل عشر بيانات لعشر طلاب هنا بنحتاج نكرر هذا الجمل عشر مرات ولكن باستخدام اللوب الجمل نفسه بنضحها في اللوب ونصي نكررها عدد معين من المرات نيجي الآن بحكي لي c has three major loop control method طبعا أنه لغة c بتمتلك ثلاث أنواع أو ثلاث طرق بتحكم في اللوب اللي هي فيه عندنا the y loop the do y loop and the for loop طبعا الثلاثة هذول يعتبر من الأنواع الأساسية لل اللوب بحيث أنه من خلالهم نستطيع نكرر جملة أو مجموعة من الجمل طبعا نفس فكرة ما أخذنا في ال if statements ممكن يكون تابع لل loop جملة أو أكثر من جملة إذا كان تابع لل loop جملة بلزام مش أحط begin وend وإذا أكثر من جملة بدأ كررهم يجب أنه حطهم في block statements ما بين ال begin والend بحكي أي نوع من أنواع اللوب يجب أنه يحتوي على النقاط التالية اللي هي اللي هي عنه expression 1 اللي هي بتكافئ start point اللي هي بتكافئ initial point أسماء مترادفة طبعا expression 1 بمعنى نقطة البداية أو النقطة الابتدائية والثلاثة مترادفات expression 2 اللي هي بمعنى stop point أو condition اللي هي نقطة التوقف أو نقطة النهاية أو condition لأن condition طالما تروع بنفس ذي اللوب لنصير false طبعا بتوقف لذلك هو يعتبر نقطة التوقف ثلاثة counter العداد يبقى فيها تلات نقاط أساسية يجب أخذها فعل اعتبار عند استخدام اللوب اللي هو نقطة البداية expression 1 و stop point أو condition اللي هي نقطة التوقف أو نقطة النهاية لللوب وال counter العداد بحكي لي الآن the loop continuation condition may be tested before the loop body is executed as in case of while and for loop in such case the loop is referred to as a pre-test loop بحكي لي انه الwhile والفور هو يعتبر pre-test ما معنى الكلام هذا pre-test انه هو بقوم بفحص الشرط ومن ثم تنفيذ الجمل الخاص صائب لذلك يطلق عليها اسم pre-test pre-test بمعنى انه بنفذ و لذلك يطلق عليها اسم pre-test نجي للنوع الثاني اللي هو do-while يطلق عليها اسم post-test loop post يعني بعد يعني بعد تنفيذ الجمل الخاص صائب بها بتم فحص الشرط لذلك يطلق عليها post-test يبقى في عنا نوعين من اللوب pre-test اللي هو فحص قبل فحص الشرط قبل تنفيذ الجمل والpost-test اللي هو تنفيذ الجمل بعد ذلك يتم فحص الشرط اللي هي مثال عليها do-while نجي الان لأول نوع من انواع اللوب اللي هو ال-while loop طبعا ال-while loop بكل بساطة تستخدم لما نكون عدد المرات غير معلوم لأنه ال-while وال-for وال-do-while كلهم بكرروا الجمل لكن الفرق ما بينهم انه ال-while هي تستخدم عادة لتكرار عدد غير معلوم من المرات وايضا ال-do-while لكن ال-for تستخدم لعدد معلوم من المرات نيجي الان the-while loop syntax اللي هو طريقة كتابة expression 1 اللي حكينا عنه ووضحنا انه هاده نقطة البداية لازم كلها تكون small letter بعدين بنحط بين قوسين ال-exhibition 2 اللي هو بمعنى نقطة التوقف او الشرط اللي حكينا عنها بعدين هنا حطينا begin و-end اللي هو statements اللي حيتيم تكراره هاده كيف بتشتغل بمعنى while بيجي بفحص الشرط اذا true نفذ هذا البلوك كله لما يصل ال-end برجى كمان مرة تمام بتلاحظوا statement 1 2 lined an عدد يعني حسب ما بحتاج الجمل اللي أنا بدأ كررها وبعدين expression 3 اللي هو el counter طبعا هذا syntax احنا هنا حطينا begin no end لأنه اكثر من جمل الشكل العام لكن لو بد تكون جملة واحدة تابعة على while اللي حيتيم تكرارها فبالزم مش احط begin no end ولو وضعنا بأثر نفس فكرة الف اللي خدنا سابقا لو اجينا الآن لفلوت شارت الموجود امامي بحكي لي هي expression 1 تمام اللي هو نقطة البداية وبعدين بيجي بفحص expression 2 اذا والله true نفذ statement 1 2 3 حسب statement 3 اللي هي counter بعدين بيرجع يفحص كمان مرة expression اذا true نفذ statement expression 3 تمام وارجع كمان مرة وبيضله يكرر العملية لما نصير الشارت فولس بيطلع من اللوب وبيكمل الجمل اللي ما بعده البلوك الخاص بالوائل لو اجينا اخدنا مثال بسيط على الكلام هذا بحكي لاطبع الارقام من 1 ل 5 هنا مديني انك لود ستيديو طبعا زي ما احنا عارفين عشان الخاصة بالمين واخر الجملة قبل الان الان ايش بحكي لي انتجار نام يساوي 1 نام تساوي 1 بعدها وي بيجي طبعا هاي نقطة البداية لكسي الان بيجي بفحص و النمبر اقل او يساوي 5 طبعا الواحد اقل او يساوي 5 اترو بيجي بنفذ اطبع لنم طبعا طبعا ونزل سطر جدي طبعا النام اللي هو 1 بعدها زود النام 1 كانت النام 1 ايش بتصير 2 الان مش هيرجع عند الان هيرجع لانو بطلعش من الواي اللي لما يكون الشرط صحيح في برجع الواي كمان مرة وبيجي بفحص طبعا النام صارت 2 الاثنين اقل او 5 طبعا true نفذ اطبع النام اللي هي 2 بعدها زود النام 1 صارت 3 برجع كمان مرة الثلاثة اقل او 5 طبعا true هنا بيجي ايش يطبع اللي هو الثلاثة بعدها زود النام 1 بتصير 4 برجع كمان مرة الاربعة اقل او يساوي 5 true نفذ اطبع الاربعة بعدها زود الان 1 بتصير 5 برجع كمان مرة يفحص الخمسة اقل او 5 true اطبع 5 زود النام 1 بتصير 6 برجع كمان مرة وال 6 خل او 5 false مدام الشرط false هيعمل جنب بنفذ جملة بعد اللي هي retain 0 وبيخلص البرنامج لو هجينا شفنا الfloat شارط الخاصة ابها بنفس صار النام 2 لتنين قل او 5 true اطبع النام وزود النام 1 وهكذا لما نتصير النام 6 6 قل او 5 false وبطلع ينفذ الجمل اللي بعد البلوك الخاص بال while طبعا بتلاحظ هنا لو اجينا اخذنا المثال الموجود امامنا هو اطبقنا على div و اعملنا tracing له ctrl c هذا طبعا يستخدم لطباعة الارقام من 1 ل 5 طبعا هنا من 1 ل 5 الان بكل بساطة لو اجينا على div ونسخنا البرنامج هي موجود عنا واجينا نعمل run compile and run هتلاحظ انه يطبع للارقام هنا من 1 ل 5 ولو حبيت اطبع من 1 ل 10 بضع اللي هو اقل او يساوي 10 او 100 جملة printf اكررها 5 مرات فهنا باستخدام اللوب ويبدأ ايش يكررها عدد معين من المرات حسب ما بحتاج الان لو اجي اعمل debug اول حاجة هنا باختار debug وبعدين بضغط على compile بعدين بضغط على اشارة الصح اللي هي debug وبعدين بضغط هنا debug وببدأ هنا اضع نقطة طبعا توقف نعمل debug ونيجي الان بعد ما عملنا نقطة التوقف نقول next حيبدأ الان يفحص طبعا لو حطينا عن num قدش قمتها 1 لو حطينا المؤشر على المتغير حتلاحظه 1 الان بيجي بيفحص الواحد قال لو سأخذ true next line حيجي نفذ num اطبع لو جينا فتحنا شاشة المخراجات بلاحظه انه طبعا لنا واحد نعمل minimize بعدين نقول next زود num 1 لو حطينا المؤشر على num بدين 2 الان لما نوصل ل end of the while رجع ثاني مرة لان بيطلعش من اللوب الا لما يصير الشرط false الان بيجي بيفحص الاثنين اقل لو نعم واحد ايه صارت 3 3 قال لو 5 true مدام true اطبع النام اللي هي 3 لو جينا فتحت شاشة المخراجات ستلاقي طبع 3 بعدين next line زود النام واحد صارت النام برجع مرة يفحص ال4 قال لو 5 true نفذ اطبع ال4 لو فتح شاشة المخراجات تلاقي طبع 4 وبعدين ونكمل next line بتلاقي النام صارت 5 الخمسة قال لو صارت 5 true بيجي بنفذ كمان مرة اطبع النام لو جينا فتح نشاشة المخراجات هتلاقي هنا طبع لل الخمسة نعمل next line زود النام واحد قد صارت لنا النام الان 6 6 قال لو صارت 5 false الان المفترض يعمل jump ويجي الريتين لو عملنا next بتلاحظ طلع من اللوب ونفذ الجملة بعد اللي هي ريتين سيرو وانتهى البرنامج نجي نكمل على اللي هو النوع الثاني اللي هو do while طبعا do while اللي قبل كانت pre test اذا بتلاحظ في ال while هنا طبعا كان اول حاجة ديس منها pre test لانه اول حاجة بفحص الشرط بعدين بنفذ لبلوك نيجي لل do while do while حكينا عنها post test post test بمعنى انه هاي سينتاكس الخاص بها بنبدأ بدو هاي اكسبريش وان زي ما احنا شايفين نقطة البداية بعدين do هاي كلمة محجوزة بعدين بنحط begin و end للجمل اللي بين ال while طبعا بنفس الفكرة اذا كان ما بين do و ال while اكثر من جملة بنحط ايش begin و end اذا جملة واحدة ما الشرط نحط اللي هو begin و end و هاي بنضع ال statements بعدين expression 3 بعدين end while بتلاحظوا بعد هنا عملية الفحص وين اصبحت بعد تنفيذ الجمل يعني هنا الجمل على الاقل تنفذ مرة واحدة while expression 2 بيجي بيفحص اذا true بيرجع كمان مرة هنا ننفذ statement 1 statement 2 statement 2 statement 3 بعدين بيجي يفحص while expression true بيرجع وهكذا لما نصير false بعمل jump ومنفذ الجمل اللي بعد while اذا كان في جمل ويكمل البرنامج هاي اللي float chart الخاص صائبها expression 1 بعد ذلك بنفذ statement بعدين expression 3 بعدين بيفحص expression 2 اذا true يرجع كمان مرة نفذ statement وبعدين نفذ expression 3 بعدين بيجي ببحص الشرط اذا true بيجي كمان مرة يرجع وهكذا لما صير شرط false بيطلع ويكمل جمل البرنامج الان لو اجينا نشوف المثال الموجود امامنا بحكي لي هنا لو انا بضع نفس البرنامج السابق بضع الارقام من 1 ل 5 باستخدام الدول فحكالي هنا لو اخذنا البرنامج هذا طبقنا على وروحنا على واجينا هنا طبعا نيجي طبعا هنا لو شلنا البرنامج الموجود امامنا هنا تمام واجينا اضفنا اللي هو المثال الاخر على تمام طبعا هنا نفس ننضيف اللي هو هاش include studio dot h الان لو جيت انا نفذت البرنامج نعمل حفظ واجيت نفذت البرنامج هتلاحظة هيديني نفس النتيجة من 1 ل 5 ونشوف لو عملنا compile طبعا هذا نخليها debug عشان نعمل tracing هي debug طبعا compiler في الاول بعد نضغط على زر صح debug وهنا طبعا قابل الكلام هذا نحط مقطع التوقف الان نعمل debug بعد ما نعمل debug بنجي نعمل next طبعا num 1 بيجي بنفذ num لو حطينا المؤشر عليها بتلاقي قيمتها 1 نجي نفذ اطبع لي اللي هو النم لو لاحظنا حيطبع 1 قيمة النم بعد next line زود النم 1 لو حطينا المؤشر النام حطينا الآن بيجي بفحص الواحد طبعا لتنين أصبحت النام اثنين خلنا خلنا وساوي خمسة ترو لو عملنا next حيرجع كمان مرة ينفذ print اطبع لقيمة لتنين حيطبع اثنين عفوا لسه ما نفذ الشي الجملة نضغط next هتلاحظ وطبع لتنين بعد نزود النام واحد ايش صارت النام عندنا صارت قيمتها ثلاثة ثلاثة قال لو ساوي خمسة طبعا نفذ كمان مرة ارجع اطبع لنام حيطبع لتلاتة بعدين زود النام واحد صارت اربعة بيجي بفحص الاربعة قال لو ساوي خمسة ترو ارجع كمان مرة اطبع النام اللي هي اربعة بعدين زود النام واحد صارت لو حطينا المؤشر عليها صارت خمسة الخمسة قال لو ساوي خمسة ترو ارجع كمان مرة نفذ النام اللي هو يطبع لخمسة وبعدين زود النام واحد صارت ستة ستة قال لو ساوي خمسة فولس هيطلع من اللوب ويكمل طبع ريتين زيرو وانتهى البرنامج بكل بساطة لو جينا نشوف الفلوت شارت الخاص صائبها بحكي هنا في الدول النم تساوي واحد تمام اللي هي نقطة البداية ريت نم اطبع النم بعدين زود النم واحد بعدين افحص اذا قال لو ساوي خمسة ارجع نفذ اللي هي ريت نم نم زائد زائد بعدين افحص الشرط النم قال لو ساوي خمسة ازا ترو بيضل ويمشي لما يطبع الأرقام ويصير النم ستة ستة قال لو ساوي خمسة فولس بيطلع ويكمل باقي البرنامج زائد زائد زير زائد ما احنا شفنا في البرنامج نجي الان للنوع التالت طبعا الفول لوب هي تعتبر من نوع يعني بفحص وبعدين بنفذ مثلها مثل ال نجي نشوف بقول لفور نفتح وهنا التلاتة موجودات بالتتابع نقطة البداية نقطة التوقف اللي هي بمعنى ونحط بقين واند وهي الستيتمين بتم تكرارهم لما نصير الشارط فولس طبعا في الفور نفس الفكرة اذا جملة واحدة بننكرر بلزمش نحط بقين واند ولو واضعنا بأثر شوزة اكثر من جملة يجي بين واضعهم بين ال واند وانا بتلاحظ تلاتة موجودات في الفور وهذا شكلها المستخدم الان لو اجيت اطبق بقول لكسيبريشن اللي هي عندي نقطة البداية بعدين بيجي بفحص ملاحظين عملية الفحص اللي هي بفحص اذا الشرط بنافذ ثري بعدين برجع يفحص كمان مرة بنافذ وبيرجع كمان مرة ويضل في هالجمل يكررها لما نسيلك بطلع وبيكمل جمل باقي البرنامج بكل بساطة نيجي الان ناخد مثال نفس المثال اخذنا على الفور لوب بنا نطبع الارقام من واحد الى خمسة فهنا لو اخذنا هذا المثال تمام لا الفور لوب واجهنا على برنامج الدف ضفنا الان بحكي لي لو اجينا طبعا عملنا لكم بايل اندران هتلاحظوا انه هيتطبع من واحد الى خمسة نفس النتيجة ولجينا عملنا نقطة التوقف هنا وعملنا كمبايل بعدين عملنا ديباق بعدين نصير نعمل نيكست لاي طبعا في اول مرة النام هادي تنفذ مرة واحدة فقط نعم تساوي واحد بعد ذلك لا تنفذ بعدين بيجي بفحص الواحد اقل او يساوي خمسة طبعا الواحد زي ما احنا شايفين اترو اقل لو يساوي خمسة يبقى حينفذ جملة اطبع 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 لي قيمة النعم حيطبع لي ايها لو عملنا نكست لاي واجينا شفنا على شاشة المخرجات بتلاقي طبع لنا واحد الان بعد ما يطبع واحد وهو راجع بنفذ نعم بلاس بلاس اللي هو زود النعم واحد ايش هتلاحظ النعم صارت اتنين لو حطين واشر عليها بتلاحظ النعم صار عندنا اتنين الاثنين اقل لو ساوي خمسة اترو نفذ هيدخل ينفذ جملة اطبع لي اتنين فهتلاحظ وين اطبع لي اتنين وهو راجع هينفذ اللي هو جملة نعم زائد زائد فبتلاحظ النعم صارت تلاتة تلاتة قال لو ساوي خمسة نفذ كمان مرة اطبع النعم اللي هي تلاتة لو اجينا شفنا هتلاقي طبع تلاتة اه عفوا اه تلاتة اه بعد ذلك نعمل اطبع قيمة النعم بعدين كمان مرة بطلع فبتلاقي المفترض طبع اللي من واحد الى خمسة نجي نعمل اللي هو كمان مرة لو عملية الكمبيل تمام هتلاقي طبعا من واحد الى خمسة بالتتابع لكن عشان عملية الدباق المهم الفكرة انه هنا في الفول لوب التلاتة موجودات ويجب ان يكون بينهم سيمي كولون سيمي كولون تمام هذا نقطة البداية تنفذ مرة واحدة وهذا الشرط دائما يفحص كل مرة كل ما بديه يرجع بزود النام واحد فاول مرة النام واحد الواحدة قال لو ساوي خمسة نفذ وعد Aquí هو راجع زود النام واحد وتصير اتنين قال لو ساوي خمسة نفذ وهو راجع زود النام بتصير تلاتة تلاتة قال لو ساوي خمسة ترو وهكذا لما تصير النام ستة بنفذ .. وبتلع بكل واحد والنم خلو ساوي خمسة true نفذ النام وبعدين زود ورجع افحص كمان مرة النام خلو ساوي خمسة true نفذ زود النام ورجع ويضع لو يفحص لما تصير النام ستة ستة خلو ساوي خمسة طبعا فولس برجع بطلع من اللوب وبكمل الجمل زي ريتين زيرو او الجمل باقي البرنامج بكل بساطة شكرا